يا مسائل جمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال النهاردة الانطلاقة الاولى من برنامج دارك قررنا ان احنا نتخبط على دارك ونشوف ايه اكتر المشاكل العامة اللي بتقابلنا طبعا كلنا في مشاكل كتيرة جدا بسبب الكورونا والجراحة العامة ما فيش حد فينا ما بيشتكيش فمن خلال البحث على الفيسبوك والسوشال ميديا ما لقتش شخصية يعني عايزة اقول عليه البطل المحارب المغوار اللي وقف مع اهل منطقته وكان بطل من جنود الجيش الافيض دكتور محمودة وصفين استشاري اول جراحة عامة ومناظير مشرفني يا دكتور اهلا بحضرتك يا استاذة اهلا بحضرتك يا دكتور انا مسعيد ان انا في القناة ومع حضرتك ربنا يحفظك منورني يا دكتور والله ربنا يشرح لنا صدورنا ويحلل اقدم اللي سنة يفقه الناس اقوالنا اللهم امين تكون سبب في الفايدة ليهم جميعا يا رب ان شاء الله وان شاء الله تبقى حلقة ممتعة بوجود حضرتك ان شاء الله باذن الله اه انا طبعا بس في البداية كنا عايزين ناخد نبذة عن دكتور محمودة وصفين واش معنى الجراحة العامة اللي حضرتك تخصصت فيها والله انا يعني شارع اول جراحة عامة ومناظير ومسألة اختيار الجراحة كان يعني اوانا شقيقي اكبر هو استاذ جراحة كان ده له عامل في اختيار الجراحة طبعا اكيد ان انا ملت اليها انما السبب الرئيسي لو حضرتك تقدر تقولي ان انا لقيت الجراحة بتقدر تعملي كل حاجة يعني الزملاء طبعا فوق رأسنا من فوق اه اخصائيين التخصصات التانية اكيد كلنا بنكمل بعض ولكن الجراح ممكن يعني بيعمل عمليات ولكن في نفس الوقت لو هو عمل دراسات او تعمد الامور بالمذاكرة والمتابعة بيبقى له باع في الامور الاخرى ايضا يعني فحسيت ان الجراح يعرف يعمل كل حاجة ويعرف يعمل اي حاجة انا بوصف الجراح كأنه عايزف على ايلا نعم نعم خصوصا في تخصصات المناظر لانها فيها من الدقة بمكان ان احنا يعني بنبقى عايزين عزف زي ما حضرتك بتقولي سواء منفرد او جماعي مع المساعدين والكوادر اللي معنا انا عايزة ابتدي بقى الحلقة بدور حضرتك عن الكورونا يعني انا عندي اسئلة كتير جدا عن الكورونا بس بداية كده الدور البطولي اللي حضرتك قدمته مع اهل منطقتك جاتلك الفكرة دي تتصدر المرض ازاي والله هي ما جات ليش فكرة هو اولا كان واجب ولا زال واجب نعم صدقتي لان هو ده واجب علينا كلنا وكل الكوادر الطبية انما حتى انا الناس ما كان بتسألني نكشف فين انا كنت برشح لهم زملاء الحميات ولكن زملاء الحميات نفسهم كانوا بيردوا ان ده مش وقت تخصصات انه كلنا لازم نواجه لان كان الامر شديد خصوصا في قمة المنحنة والحق يعني انا شفت شهر الحمد لله انا طبيب بقى لي اكتر من 23 سنة الشهر اللي هو من منتصف مايو الى منتصف يونيو كان اصعب شهر في حياتي المهنية كلها لان طبعا كان الامر شديد والناس كانت بتعاني جدا وكان الحمل كبير جدا على المستشفيات الحكومية وعلى البلد كلها وعلينا جميعا اكيد ما كانش فيه اماكن كان كله عزل نعم نعم فمسألة العزل المنزلي اللي حضرتك بتقولي عليه ده حط علينا واجب جامد والحق يعني انا بخبرتي اللي مش بسيطة مجرد ما خرج الفيروس برى الصين انا يمكن عدت الوقت الـ 270 بوست على الصفحة بتاعتي على الفيس نعم نعم شعر لانا لاحظت اه اه وحوالي 34 فيديو لان انا عارف طبيعة شعبنا الطيب ولكن ده خلاني خايف على الناس فمن اخر يناير بدأت انشر واحذر واقول لازم نخلي بالنا لان احنا طبعتنا شوية رومانسيين اجتماعيين عاطفيين جدا فالناس كان من اخطر اسباب انتشار في المناطق الشعبية لا تتخيل حضرتك هي مسألة صلاة الجنازة كان اكتر سبب فلذلك كنا بنحذر جامد من اخر يناير فده اللي خلانا احنا ما تصدرناش مشهد ولا دور بطولي ولا حاجة ولكن واجب علينا والحقيقة الناس اللي ساعدونا كتير جدا لا يا دكتور كلم حضرتك عملت دور بطولي وده مش يعني مش جديد على الشعب المصري وعلى الجيش الابيض يعني انت وقت الجد بسم الله ما شاء الله نعم هو بما ان حضرتك فتحت الكلام في مسألة الكوبيد 19 او الكورونا فانا طبعا الحقيقة لازم نقدم ان احنا ننعي كل التوفاهم الله نحسبهم عند الله شهداء في هذا الوباء ولازال طبعا بنفقد الحمد لله عن فوان الفيروس L ولكن لازلنا بنفقد القليل وربنا ما يعيدها تاني الايام دي وطبعا خصص في الناعي الحقيقة الكوادر الطبية وزملائنا الأطباء والتمريض لازم نعمل لهم نعي والحقيقة هم كانوا أبطال اكتر مننا يعني انت حضرتك بتقولي احنا كان دورنا سانوي جنب الناس اللي في العزل وفي الحجر دول كانوا الأبطال الحقيين الحقيقة يعني استشهد منهم نحسبه شهيد دول يعني احنا بننعيهم وربنا يخلفهم في أسارهم وهم ان شاء الله نقابلهم في جنة الخلد بإذن الله ان شاء الله نتكلم الأمر السامي من غير ما أسكل على حضرتك عشان أنا خايف لنسى من لم يشكر الناس لم يشكر الله فالحقيقة أنا ما كنتش لوحدي أنا كان معايا ناس كتير جدا جدا منهم اللي على مواقع الخدمات خدمات العشرين ومنطقة بولاء ومنطقة صفت اللي قايمين على الخدمات الإلكترونية دول بصراحة كانوا قاموا بدور جامد جدا وفتحوا لي حتى الشير 24 ساعة عشان نحاول نفيد أهلنا وناسنا الحقيقة كان فيه زملة برضو أطباء قاموا بأدوار بطولية معانا وكان فيه جمعية اسمها جمعية المهر بالقرآن دول كانوا عملوا خلية إدارة أزمة وكانوا بيوصلوا استوارات أكسجين لغاية بيوت الناس وبيقسلهم الأكسجين وكل ده كان مجاني وبصراحة يعني اللي كانوا مساعدين كتير وأنا خايف أنسى عشان كده مش عايز أقول أسامي ولكن أنا بشكرهم جميعا يعني جميعا كل الهيئات والناس اللي وقفت جنبنا وجنب المنطقة جزاهم الله خيرا وربنا ما يعدش الأيام الانتشاري تاني علينا أبدا أبدا اللهم أمين وده مش جديد على الشعب المصري بالعكس الشعب المصري وقت الشدة سداد وكلنا واحد وفعلا زي حضرتك ما قلت ما فيش تخصصات والدليل ذلك أن حضرتك استشاريقة والجراحة عامة ونظير وبالتالي قمت بوجبك الوطني والإنساني تجاه أهدى منطقتك فعايزين نفيد الناس أكتر في موضوع الكورونا يعني إحنا دلوقتي قدامنا سؤال برضو مهم جدا هو دلوقتي الفيروس زي ما حريك قلت ابتدى عن فوان وقال بس هل من المتوقع أن في مرحلة تانية من الفيروس؟ نعم هو طبعا مش عايزك تزنقيني أوه في مسألة الكورونا إنما يعني أتمنى أن يبقى فيه أسئلة من حضرتك أو المشاهدين الكرام عن الجراحة وفي شغل الجراحة والمناظير مسألة الموجة التانية أستاذة أولا نتمنى أن لا تحدث ولكن هي يعني عندنا في أستراليا الوقت اللي حصلت بعد ما وصلوا البيشان تزيروا أو أن خلاص انتهت للأسف إحنا دخلوا الوقت يبقى لهم أكتر من ثلاث أسابيع في موجة تانية وفي للأسف وفيات تانية فإحنا من الأول خالص الناس كلها بتحذر في الدنيا أن خايفين يا جماعة على من منتصف سبتمبر لمنتصف أكتوبر اللي هي بداية أن الجو هيبرت تاني لأن الحرارة لا علاقة وثيقة بالمسألة فأنا الحقيقة خشيتي الأساسية نتمنى أن لا تحدث إن شاء الله ما تحصلش ولكن خشيتي الأساسية في دخلة الشتاء أن المطارات ممكن تكونها تتفتح فالفتحة يجيب لنا سلالات أخرى هل من المتوقع يا دكتور أن الفيروس يجدد نفسه زي ما كان كوفيد 19 فيروس مستجد؟ ما هو ده صحيح لأن بتحصل تفارات فيه والوقت إحنا فيه ست سلالات ست أشكال الكورونا في العالم كله فإحنا اللي عندنا مشهورين أوي سلالتين في مصر سلالة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي فإحنا خدنا شبه مناعة قطيع أو مناعة جماعية منهم بفضل الله لذلك عنفوان الفيروس قال مع حرارة الجو والسخونة الصيف ولكن اللي نخشاه فتح المطارات يجيب سلالات أخرى فلذلك إحنا بنقول للأهلين وناسنا نرجو يعني أن إحنا ما نفتحش الأمر قوي حتة التباعد الاجتماعي نحاول نحافظ عليه مسألة ارتداء المصري نحاول نحافظ عليه تقوية المناعة نحاول نحافظ عليها يعني ما نفكش الحزام قوي ما نرخيش الحبل قوي عشان مش عايزين اللي حصل لقدر الله يحصل تاني دي بقى النقطة التانية من السؤال يعني إحنا ملاحظين أن الشعب المصري بسم الله ما شاء الله شعب فياض كده بالمشاعر فحاس أن الدنيا حلوة ألعنا المسكوات نزلنا الشوارع فهل من المتوقع أن مكان مريض مصاب بالفيروس يرجع له الفيروس تاني؟ مسألة تكرار العدوى ده سؤال خطير من حضرتك تكرار العدوى ده الحقيقة هو الوقت الدنيا كلها بتتكلم عنه لأن إحنا الإسبوع اللي فات فيه ست حالات حالة منهم في هونج كونج وأربع حالات في هولندا وحالة في بلجيكا وفيه حالتين في مصر اللي هي حد جاله الكورونا أو الكوفيد 19 وخد علاج وعمل مسحة بعد كده واتنين وطلع سلبي ثم حصل تكرار العدوى أول حاجة أنا بطمن الناس جدا ودي حاجة لازم نطمنهم لأن الزعر والقلق ده مش عايزينه خالص وكده بنقول من لا إحنا نخد احتياطاتنا بس نعم الحذر صحيح فأنا بطمنهم أن الحمد لله الستة دول بفضل الله سبحانه وتعالى دول جالهم الفيروس في شكل ضعيف جدا جدا يعني منهم اتنين بدون أعراض خارص من الستة اللي تأكد عندهم تكرار العدوى إحنا عندنا مسألة الأجسام المناعية وده يمكن شرحناها على قناة اليوتيوب صحتك أهم إن كتير قوي إن بيحصل أجسام مناعية والأجسام المناعية دي بتقعد من شهرين لتلاتة يا أستاذ دي بفضل الله ربنا بيجعلها سبب بتحمي الإنسان إن يجيلوا عدوى تانية ولكن للأسف عشان الفيروس لسه مستجد زي ما حضرتك بتقولي وهو تحت الدراسة فإحنا الأجسام المناعية دي ربما بتنتهي من الدم بعد ثلاث شهور والمعظم اللي حصلون بعد ثلاث شهور فغالبا الأجسام المناعية راحت بس من ساتل ربنا وكرمه ونعمه إن في عندنا خلايا من الخلايا التائية اسمها خلايا الزاكرة أو التيميموري سيلز خلايا الزاكرة التائية دي بتبقى حفظة شكل الفيروس فأول ما بيحصل عدوى تاني بيبدأ تطلع على طول أوامر إن المناعة تطلع لنا أجسام مناعية بدل اللي انتهت من الجسم فبفضل الله لو جاه يا إما بيعدي بدون أعراض أو بأعراض خفيفة جدا فأنا بطمن الناس وبقول لهم لا تقلقهم ولكن شوية حذر زي ما حضرتك بتقول وبعليم قدرة ربنا فق كل شيء بسم الله من شواله يعني لله الحمد من قبل ومن بعد زي ما حضرتك قلت إن ربنا خلق لنا مناعة جوة جسمنا وتحفظنا بس إحنا برضو بناخد بالطب والدول صحيح صحيح ما أخذ بالأسباب حبيب صلى الله عليه وسلم قال أعقلها وتوكل يعني أنا ما سيبش الحاجة كده عربيتي ما سيبهاش مفتوحة وأقول أسلتك ربنا الحافظ آه طبعا بقفلها وباستوضعها الله وربنا اللي بيحفظها فأعقلها وتوكل ناقب بالأسباب الحذر الحذر بالنسبة للعلاج يا دكتور المصلات واللقاح والأدوية بتاعت كوفيد 19 أكيد بيبقى ليها سايد افكتس وأكيد بتبقى ليها فوائدها نعم بس أنا عايزة عرف دلوقتي هل الفيروس ممكن يروح من غير علاج ولا لازم علاج وإيه آخر اللقاح اللي قدرنا نوصل له الفيروس كوفيد 19 أو كورونا تمام هو الحقيقة سؤال حضرتك كده فيه شقين شق العلاج وشق اللقاح أول حاجة برضو دي حاجة احنا قلناها كتير قوي والناس تطمئن إن احنا النسبة ودي عالميا مش في بلدنا الحبيب بس مصر إن 37% من الناس بيجي لهم الكورونا أو الكوفيد 19 من غير أعراض أساسا 44% بيجي بأعراض بسيطة بتعاليك في البيت بحاجات بسيطة جدا مجرد شوية زينك على فيتامين دال على فيتامين سي ويمكن أزيس رومايسين مضد خفيف والأمور بتخلص تخيالي حضرتك يبقى كده 81% اللي فضلين بقى 14% ده فعلا بيحتاج مستشفى ومش عناه مركزة 14% بياخد علاج في مستشفى أو في الحجر وبيتعزل أسبوعين سواء عزل منزلي أو في المستشفى وبإذن الله بيخيف الخمسة في المية هي اللي فيها المشكلة ودي اللي بيحصل منها الوفيات اللي بيحتاجوا عناه مركزة أما كنت ريست هتأل حضرتك إيه الحالة اللي نقدر نقول الحالة دي تحتاج عناه مركزة وإيه أسباب الوفاة بسبب كوفين 19 آه تمام هجاوب لجنابك حالا ولكن السؤال اللي حضرتك لسه سألها مسألة اللقاح عشان ما أسيبوش وهرجع للإجابة على السؤال السببب الوفاة المسألة اللقاحات وإحنا طبعا عندنا كذا لقاح الأول هم طبعا متاع مادورنا شركة مادورنا في أمريكا وهو ده الوقت اللي قريب قوي إنه هو يبدأ حصل عليه تجارب سريع عدى المرحلة الثالثة خلاص وداخل على المرحلة الرابعة ودي حاجة جميلة جدا وبعدين بتاع أكسفورت بتاع انجلترا واللقاح الصيني عندهم لقاحين في الصين واللقاح الروسي الحقيقة إن اللقاحات وارد جدا الفيروس زي فيه فيروسات تاني كتير انتهت بدون لقاحات بيحصل منه مناعة القطيع والدليل اللي بحصل عندنا في مصر إن إحنا كخدنا هضبة المنحنة شهر وبعد كده الأمور بدأت تقله وإن شاء الله تنتهي خالص بإذن الله بلا رجعة إن شاء الله فحتة وارد ينتهي ده وارد ولكن وارد نحتاج لقاح فاللقاح هم يظهر إن شاء الله غالبا هينزل السنة اللي جاية بإذن الله ده الناس بتاخده غالبا اللي ثابت عليه الوقت بناخد جرعة الميت مايكرو وحق نتين اتنين فمسألة اللقاح جاء أو ما جاش إحنا عايزين بس ناخد حذر سؤال حضرتك ينتهي بدون اللقاح وارد جدا طب اللقاح هم ييجي وأنواع اللقاحات قلنا الأربع المعروفين الوقت وأقربهم بتاع مدورنا وإن شاء الله لما ينزل ينزل بلدنا الحبيب وإن شاء الله الناس تستفيد بينه وعسى إن إحنا ما نحتاجش إن شاء الله الإضافة بقى للسؤال الحضرك اللي قلتيه اللي هو مسألة الخمسة في المئة اللي بيروحوا عناها مركزة أكتر من 80% بيتعملوا تنفس صناعي وجزء كبير بينهم بيتوف ليه بقى السبب هو طبعا سبب الوفاة الرئيسي في الكورونا هم تنيه إما فشل تنفسي أو الأشهر للأسف مسألة تجلط الدم الفشل التنفسي لأنه بيسبب إن الرئة نفسها بيحصل فيها التهاب ثم تليف وللأسف مناءة الجسم بيحصل حاجة اسمها مناءة المقاومة اللي هي السيتوكاينستور وبتبدأ تهاجم الرئة مع الفيروس فده بيقدي إلى فشل تنفسي والأكسجين يقع وبنحطه على تنفس صناعي وارد لقدر الله أنه هو بيتوف السبب الثاني الرئيس المهم جدا جدا وده كان اللي اكتشفوه الأولين خالص الطليان الحقيقة مسألة تجلط الدم لأن تجلط الدم طبعا تعمل عليه أبحاث كتير أول ولقى إن الفيروس بيسبب إن زيادة لزوجة الدم ثم إن العينين للأسف إنه لذلك أنا من أول يوم بقول للناس الأكل والشرب لو أنت بطلت تاكل وتشرب لزوجة الدم هتزيد واللي رائد على طول لزوجة الدم هتزيد أكتر فبتزود فرص التجلط ثم سبب التجلط التاني لقوا إن الفيروس ده بيعمل التهاب في الأوعية الدموية الرفيعة وبيسبب الالتهاب ده يخرج عامل معين عامل تجلطي هو اسمه الفون ويلبرد فاكتور وده بيطلع للأسف طبعا يخلي الدم يتجلط لذلك حتى الوقت آخر أبحاث إنه بنقيسه العامل دوت عشان لو نثبته عالية بنعرف إنه لا قدر الله نسب الوفاة محتملة لذلك بنخلي بالنا من العيان ده جدا اللي العامل ده عنده زيادة وغير تحليل الدي دايمر اللي بنعمله برضه فالأساس في الوفاة ده أسأل جنابك هو الفشل التنفسي معاه على طول التجلط الدم لذلك بنعالج الرئة ونحسن وظيفها وندي أكسجين وبنعالج كمان تجلط الدم بأدوية السيولة المعروفة طيب أنا برضه سألت حضرتك إيه الصايد إفكس أو الأساري الجانبية بتاعت اللقاح بتاع الكوريد ناينتين أو الكورونا تمام الحقيقة طبعا اللقاحات لسه ما انتشرتش اتعمل لها اختبارات أولية وسانوية والمرحلة التالتة في حتة الأعراض هم عملوا يعني بتاع مدورنا هم جربوا جرعة الخمسة وعشرين مايكرو والمية والميتين وخمسين اللي لقولها أعراض جانبية الميتين وخمسين فعشان كده دي وقفوها خالص وقفوا الأبحاث اللي عليها إنما جرعة الميت مايكرو هي دي اللي سابتت ولقوا إن بفضل اللي بتعمل أجسام منعية شديدة جدا بدون أي أعراض جانبية ولو جي شوية أعراض جانبية هتبقى زي أي لقاح زي لقاح الإنفلونزا اللي احنا بناخده الموسمية شوية رشح شوية تكسير في عدم شوية صدع دي السايد ايفكتس بتاعة اللقاح المحتملة اللي هي الميت مايكرو للغاية لوقتي اختباراته نكحة جدا جدا طيب يا دكتور ننتقل لنقطة تانية ومهمة جدا 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 بالنسبة لنا احنا كشعب مصري بقى نعم أنا أول ما حست كده فوقت خلاص وما عنديش كورونا والدنيا حلوة ونزلت الشارع هل من الممكن أن أنا أصيب حد تاني بالمرض وإم تقدر أحكم على نفسي أن أنا أنزل الشارع لو أنا مريض كورونا وخفيت تمام مريض الكورونا سواء هو راح تحجس في المستشفى وتعمل له مسحة أكيد قبل ما هيخرج من العزل ومن المستشفى هيتعمل له مسحة تاني وتالت التانية والتالتة المسحة طلعت سلبي بيخرج إنما لو إحنا عاملين عزل منزلي الوقت الدنيا كلها ماشية على إن عشر تيام بعد انتهاء الأعراض الأعراض الأساسية اللي هي السخونة والكحة وضيق التنفس عشر أيام بعد انتهاء الأعراض حضرتك بتفك عزلك المنزلي وبتتعامل عادي جدا في بيتك ومع الناس بس ده حضرتك عشان نكون واضحين هيدين سؤال تاني مسألة النقاها لأن للأسف الوقت إحنا خصوصا يمكن على قبل عيد الأطحى شوية وبعدي الناس كانت بتعاني جدا مش فاهمين مرحلة النقاح لدرجة إحنا عملنا لها فيديوهات مخصوص ويمكن نزلنا للناس علاجات مخصوص تاخدها لأن للأسف الناس افتكرت إن أنا خلاص خفيت غير حامل للفيروس هو طبعا حامل للفيروس دي نقطة برضو نشير إليها إن المساحات في أقواب بتتعامل بتبين أجزاء من الفيروس غير حامل دي عشر تيام من انتهاء الأعراض دكتور أنا مش عايزة بس أتقل على المتصل إحنا معينا اتصال أستاذ شيماء من اسكندرية تفضلي حلام عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أتكلم الدكتور تفضلي حبيبتي هو معيك لو سمفت يا دكتور مرحلة تانية بتاعة كورونا دي البناء بيحس الألم في المعدة تمام حضرتك تقصدي المرحلة التانية اللي هي لو جلنا موجة تانية ولا المرحلة التانية آه 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 لو جلنا موجة تانية يعني بتاعة كورونا بيجي ألم بالمعدة تمام أجاوب على حضرتك حالا حاضر بالنسبة لسؤال الأستاذ شيماء ألم المعدة دي المعدة جزء من الجهاز الهضمي وإحنا عندنا آآ آآ الجهاز الهضمي بيجي إسهال وبيجي ألم بالمعدة لذلك ألم المعدة دي وحتى دي من الأبحاث الحديثة اللي اتعملت مهمة جدا وبرضو عملنا لها بسطات وفيديوهات مخصوص قوي إن للأسف لقوا إن الكورونا بيحفز وجود طفيل في المعدة اسمه السترينج لويدز السترينج لويدز دي إحنا الحقيقة في الأول كلنا كنا بنكتب مجرد علاجات معدى مع العلاجات بتاع الكورونا العادي بس بعد كده ما طلع البحث ده البحث ده بقى له شهر بس يا فندم إحنا بنشكر أستاذا شايماء لأن هي لفتت نظرنا لنقطة مهمة جدا نعم نعم جزء إن الجهاز الهضمي اللي هي المعدة وارد يجي لألم في المعدة بحرقان وارد يجي إسهال كمان الإسهال قلنا اتفقنا بناخدوش حاجة نهائيا مجرد تعويض بسواي زي ما اتفقنا مع الناس كلها إنما ألم المعدة لا من عايز المريض يأكل ويشرب عشان منعته وعشان يواجه الفيروس فلازم يعالج له المعدة فبنعالجها بحاجتين الحاجة الأولى إنه بنديهم حاجة للمعدة زي الحاجات الأومي براسول والأمور دي بحيث تهدينه التهاب المعدة والأمر التاني المهم اللي هو بقاله شهر بس طفيل السترينجلويدز لازم بنديله الإيفرميكتن في دواء أقراص اسمها إيفرميكتن بنديها للمريض عشان تعالج الطفيل ده وبالتالي بتحسن مع علاج الكورونا والغريب بقى إن الإيفرميكتن ده كانوا بيستخدموه في استراليا عشان هو معدل مناعة فكده بيضرب لنا عصفورين بحجر واحد بيعالج المعدة وكمان بيعالج معدل للمناعة عشان ما تحصلش عظيفة المناعة المقاومة اللي هي لقدر الله بتأدي المشاكل مع مريض الكورونا إحنا كده أخذنا فقرة الكورونا بكل جوانبها ما سبناش أي حاجة اللي لما تكلمنا فيها ومش عايزة أسقل على حضرتك تكتر من كده فعايزة أقول يا جماعة اللي حابب يتواصل مع دكتر محمود الأرقام موجودة على الشاشة زائد كمان صفحته على الفيسبوك هتنزل حالا على الشاشة الصفحة هكون موجودة دكتر محمود أبو صفين على الفيسبوك وكمان قناة اليوتيوب صحتك أهم دكتر محمود أبو صفين وهنطلع فاصل هنشوف الفيديو المهم ده عن الكورونا ونرجع مع بعض تاني مع دكتر محمود تفضل يا فندا قرون الفيروس ده عايز يتحكم في رئتك ويستولي عليها بيخليك بالتدريج من غير ما تشعر تاخد النفس قصير واتطلعه قصير عشان هو بيستولي على رئتك تسيبها له ليه؟ تقول له لا دي بتاعتي مش هسيبها لك احنا بنعلق ده عشان نقول يا جماعة معظم الحالات اللي امتكست الحقيقة معظمها أولاً أصروا في تمارين التنفس يا جماعة الحالات المتوسطة والشديدة أربوكم أربوكم تمارين التنفس أهم من العلاج احنا عمدنا فيديو 23 أربع تمارين للتنفس نفخ البلونة مهم أخذ نفس في 4 واتطلعه في 6 وطلعه في 8 مهم أنا معلق بطني وانفخ الرئة من وراء مهم وأنا قاعد أخذ نفس عميك وحد يخبط لي كده على ضهر المساج عشان يحرك عضلات التنفس مهم ما تستسلمش ما تستسلمش وصبر وصابر وقاوم الملعوم ده وقف على حيلك حالات صعبة وناس بتموت وتيجي أربع خمس ديام علاج بتخف ليه؟ لأنه ماسك في الدنيا لأنه ماستسلمش لأنه عنده في الأول حصن وظن في الله أحسن ظنك في الله ورمي تكالك عليه التوكل على الله وحسن الظن ثم الإرادة والعزيمة ألا نامت أعيم الجبناء أبشر بالخير هتفرد ده 81% بيعدي زين فل يعني نسبة الوفاة قليلة جدا يا جماعة فإحنا بس عايزين نلتزم أولا الأكل والشرب اللي بيأثر فيه بيحصل له مشاكل ثانيا تمارين التنفس قريفه عبارة عن قناة وفتحتي يعني قناة أو مجرى أو تلاك زائد 2 فتحة إزاي بقى أسبابه إيه؟ نشرحها هنا نقول ده المستقيم اللي هو آخر حتة في القولون ودي قناة الشرج ودي الجلد اللي برهم بيحصل إيه بقى في الأسباب؟ عبارة عن حزق مع شوية إمساق مع ضعف الغشاء المخاطي مع إن لقي إن عندك شرخ أو بواسير الأول فإفلولك الشرج من تحت فتحزق على شرج مقفول يحصل إيه بقى؟ غشاء مخاطي يبقى حزق يعني إمساق ومعه ضعف غشاء مخاطي ضعف غشاء مخاطي وشرق مقفول إيه شرج مقفول دي بقى؟ دي مشكلة كبيرة جداً تعدي ناس كتير بسبب شرخ أو بواسير اللي بيجي عندي بواسير وشرق نقوله خلي بالك أعمله المرحلة اللي جاية هيجي لك نصول ليه بقى؟ أنا هنا عندي شرخ وبواسير شرخ وبواسير أفلل للشرق أفلل للشرق وبحزق جامل فيبدأ الغشاء المخاطي ضعيف فتخش حط المراز تخرج برا كده وتعمل لي أعمل عن حباء أو خراج صغير جداً الخراج ده يكبر 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 بغاية ما بقى خراج جار شرجي خراج جار شرجي ده إما يفتح لوحده من نفسه لو أنت بناعتك كويسة يا إما اللي احنا نفتحه ولو فتحته بقى خرمه برا وخرمه جوه أو هو لو فتح لنفسه يبقى مجرد حدوث الخراج بيحصل الكلام قادل نصور فتحه جوه وفتحه برا وبينهما قناة أو تراك فيبقى أسبابه إن حز زيادة والإنساك وقلنا قبل كده إزاي نتفدأ الإنساك وخلي بالك لأنه مشكلة ثم إن غشام وخاطي ضعيف والأخطر من ده بقى للناس كلها بتنساه عندك شرخ أو بواسير قفللك الشرق شرق مقفول من تحت بتحزى على شرق مقفول فيه شرخ أو بواسير أو شرق ضيق جدا المرحلة اللي جاية اعرف إنها هيجي لك ناصور شرقي خلي بالك وحذرنا قبل كده وحلقة الشرخ والبواسير هنشيرها أو الليك بتاعها هنحط في الوصف عشان ناس تتابع معنا يا جماعة وتفهم واللي هفهم نبقى دي وقاية وإحنا قلنا الوقاية خارج من علاج مش عايزينك تتعب مش عايزينك تغير ولا تعمل عملية فخلي بالك معنا وركز الله يكرمك أنواع النصور أنواع النصور دي مهمة جدا بقى عمارة عن نصور علوي أو سوك رجعنا لكو تاني من الفاطل طبعا إحنا شفنا الفيديو يا دكتور اللي هو الشرح التفصيلي للحالة من البواسير والجراحة العامة إحنا طبعا حبينا نجيب ده عشان خاطر بس وقت الحلقة وفيه ضغط التصالات جامد جدا فعشان الدنيا بس إيه نكون ملمين بالحلقة أكتر كل خير وفايدة إن شاء الله إن شاء الله وربنا يجعلك دايما كده سبب في إفادة الناس أكتر وأكتر وأكتر كانت جالي طبعا دلوقتي الجزء الخاص بالجراحة العامة اللي هو عشق حضرتك ومجال حضرتك والمنطقة اللي تقدر تعذف فيها بقى براحتك خالص من غير أيضا كان جالي سؤال على الصفحة في حد كان ابنه عنده حوالي أربع سنين أو خمس سنين كان راح لدكتور كان ابنه بيشتكي بمؤغص جامد جدا فقال له ده التهاب في اللستين تمام وهو أصلا زيدة هنا فيه اقتران ما بين أعراض الزيدة باللوز هو تمام هو سؤال طبعا يعني زي ما بنقوله كده مطب مش ليا إنما هو مطب للزملاء طبعا أخصائيين أو استشارين أسادة البطنة والجراح والأطفال أول حقيقة في الأطفال بالذات تشخيص الزيدة أنا لازم أعظم للناس صعب لذلك حتى إحنا الزملاء بنقول لهم وقت ما تشكوا لو حاجة بسيطة جدا ليس عيبا لأن تشخيص الزيدة الأساسي لا تحليل ولا أشعات هي إيد الجراح تشخيص الإكليميكي الأساس لدرجة حضرتك إحنا عندنا تشخيص الزيدة هما بنعلم الأطباء الصغيرين بنقول لهم يابني إحنا ماشيين على حاجة اسمها موديفايد الفراد سكور أو سكور من سبع نقط السبع نقط دول لو أربعة منهم إيجابيين عملية فورا في نفس التول لحظة لو تلاتة إيجابيين بننيموا ونحجزوا في المستشفى ونعلقلوا محالين ونتابعوا ونشوف لو اتنين إيجابيين بنديلوا علاج متابعة منزلية ونجيبوا تاني يوم لو واحدة إيجابي بنقوله دي مش زيدة عندما زملت الأطفال بالذات أنا بعذرهم لأن عندنا حاجة مع التهاب اللوزتين الصديدي بالذات في حاجة اسمها التهاب الغدد الليمفاوية اللي في البطل أو حوالين المصارين سانويا أو بنسميها دي الحقيقة هو بيشتبع لهم الأمر لأنه هو الولد بيقول سخونة شوية والأساس عنده مغس مش زوره فللأسف إن هي بتختلط على الناس لذلك احنا بنقول لهم أما تشتبه اعرضوا على جراح ولو أنت حتى عايز تعرف حاجة أو حركة من حركاتنا احنا بقى اللي بنشخص بيها الطفل بالذات أنا بوصي الزملاء أقول له قل للولد قوم اتمطت قدامي لو الولد بيزك أو بيدك على رجله اليمين بيتمطت على الشمال كويس بس جاء على اليمين فيه ألم ظهر معاه يبقى خلي بالك يا زميل الأطفال أخصائي الأطفال أو استشاري الأطفال إن دي غالبا شك إن فيه حاجة لأن الالتهاب الغدد اللي انت بتشتبه فيه جاي مع اللوز ده بييجي في وسط البط ما يجيش يمين خالص ما يجيش يمين آه ما يجيش يمين فأنت دايما قوله الولد بس قوم اتمطت لو عرف يتمطت قدامك كويس آه يبقى أنت يمشي في سكة اللوز تمام إنما لو معرفش يتمطت وجي ناحية اللوز فيه مشكلة لا خلي بالك خلي بالك إحنا بنسبالنا منجرد ما بنحط إدينا بق العيان فيه زملة ما بيسألوش حتى العام بيشتكي من إيه سواء ألام أو فقدان شهية أو ترجيع أو سواء إن الألم بيبقى في البطن كله وبعدين يروح في اليمين أو سواء إن الألم بيزيد معه زي ما بنقول كده الحز أو التنطيت أو التعم فأنا قلت لي الزملة همت سواء الزملة استشارين البطن أو الأطفال أنت بالذات في الأطفال يمكن في الكبار ما بيبنش قوي بيمجيش العيان محني بس عندما في الأطفال قلوا ومتنطل فأنا بأعذرهم برضو إن بيختلط الأمر ولكن لما يختلط عليك الأمر أهم من يطلوب الأشعة وتحليل اعرضه لأن في أب بيبقى التحليل للصورة الدم كويس جدا ويتبقى زايدة وفي أوقات الأشعة التلفزيونية طالعة طبيعية خالص وتبقى زايدة فإيد الجراح هي اللي هتميز يعني هنا بنحول الأمر لإيد الجراح يعني حتى لو راح تكشفت عند دكتور أطفال وكان شاكك في زايدة ما يقدرش يجزم لازم يحولها لدكتور جراح ما هو أكيد هيحول عشان يشخص وبعدين هو اللي هيعمل العملية بسبب تمام يا فندي طيب نرجع بقى لسؤال مهم جدا حصوات المرارة وعملية المرارة إحنا ليه بنتجه لشيل المرارة كلها طيب نحن ممكن نفتت الحصوات دي سواء بالليزر أو بمنظار أو بعملية جراحية وإيه الفرق بين التلاتة آه تمام طيب هو الحقيقة يمكن عشان أقول لحضرتك موضوع المرارة ده ما عرفش السؤال هو السؤال طويل شوي فأنا هحاول أن أنا ألخص المسألة ربما أن أنا أساعد الناس أنا طبعا طبيعتي في عيادتي كده أن أنا دايما الرشيدة بحب أرسل موضح دا يمكن بنسميه العمدة بتاع الجهاز الهضمي أو الكبد اسمه عمدة الجهاز الهضمي عمدة الجهاز الهضمي ده جنبه كده ده المريء ودي المعدة وده الاثنى عشر اللي هي بداية الأمعاء الحقيقة عندنا المرارة والقنوات المرارية بقى في حاجة اسمها قناة يسرى كده وقناة يومنا دول بيطلعوا من الكبد يجمعوا في قناة واحدة يعملوا لنا دي بنت العمدة بقى بنسميها بنت العمدة أو اللي هي المرارة دي بتعمل المرارة بقى بتعمل قناة مرارية عمومية بتروح تتصل بقناة البنكرياس وتفتح في الاثنى عشر الحقيقة انا ليه بقى اقول لحضرتك الكلمة دي لان الناس كلها بيختلط عليها الأمر ان دي المرارة بيختلط عليها الأمر بين حصوات المرارة وحصوات الكلة الكلة احنا بنفتت بليزر اللي هي الإزول او بنخش بمنزار او ان احنا بنعمل جراحة لو حصوة كبيرة او في مشكلة وكسافيتة عالية جدا انما المرارة لا لان المرارة زمان خالص جدا في اول عهد الجراحة كانوا بيخش يشيلوا الحصوات قبل مناظيره بتاع يشيلوا الحصوات بيحصل ايه بقى شهرين او تلاتة بترجع الحصوات تاني لان هو اصلا اه ما اقول لي جنابك هو ما اسمهاش حصو في المرارة هو اسمه التهاب حصوي مزمن بالمرارة يعني المرارة نفسها الغشاء الدخلي بتاعها اتغير وباز بقى يعمل حصو فانا لو شلت الحصو اه لو شلت الحصو هيرجع تاني يبقى عملناش حاجة اسهل علي ان انا نخش بمنظار احنا نخش المنظار ده سوري في اللفظ فاتحتين يعني خرمين كده لغرزة ولا خياطة نشيل المرارة ونخر طبعا انا اسهل عليها شل الحصو اخر يعني الاسهل في شل المرارة بالمنظار مش بالجراحة اه طبعا لا بحاجة شل من الجراحة الوقت خالص ضرورة قصوى لانا كل يمكن الف حالة منظار ممكن يبقى حالتين او حاجة جراحة يبقى المنظار ممنوع عليهم عشان جنجل طب ايه سبب بقى ان احنا نتجه للجراحة وايه سبب ان احنا نتجه للمنظار المنظار اساسي في حصو وفي المرارة يبقى ده منظار تمام انما الجراحة دي بقول لحضرتك ان يبقى عندي سبب مانع في التخدير لان المنظار له شروط معينة في التخدير فالاستاذ التخدير اللي بيبنج لي استشاري بيقول لي لا ده ما ينفعلوش منظار لان انا بالمنظار عشان اشوف واشتغل جوه من خرومين او فتحتين لازم بابقى نافخ البطن بطريقة المعانية القلب او الرئة في بعض الناس ما يستحملهاش فاضطر لان انا هنا اعمل جراحة حالات ندرة جدة فيبقى الاول منع تخدير المنع التاني ان العيان يبقى عنده حاجة في جدار البطن بتاعته يمنعنا ان احنا نخش زي مثلا حاجة اسمها جايانت هبني او فتح عظيم او ان عنده فتح بطنه كزا مرة قبل كده مش هينفع ان نخش بالمنظار فحالات قليلة جدا ان احنا ممكن نحتاج التدخل ان انا افتح الفتح ده بطلناه خلاص يعني من زمانة اما كنا بنعمل فتح درجة الزملاء الجداد الاخصائيين الجداد والناس اللي لسه بيتعلموا جراحة يمكن ما بيعرفوش يعملوا المرارة فتحة او جراحة خالص لان كل الوقت مناظير وشغل مناظير فالصال منظار اسهل بالنسبة لها طبعا احيانا بتيجي قبلها بنص ساعة تمشي بعدها بساعتين خرمين لغرزة ولا خياطة الامر بينته وتاخد مرارتها في ايديها القصوية طيب التخدير بيكون مثلا تخدير موضعي ولا تخدير كلي ولا بنج نصفي ولا بيبقى شكله زي استقصال المرارة لا يصلح لقويلا البنج الكلي سبق كنا نعملها منظار او فتح دي بنج كلي وطبعا زي ما قلت لحضرتك الدنيا كلها الوقت في مليابان لامريكا كله بيعمل منظار طبعا مش حاجة اسمها جراحة دي خالص خلاص انتهت الجراحة طبعا طبعا ده اساسي فده تخدير عمومي لذلك بقول لحضرتك فيه موالع في التخدير في اوقات ندرة جدا حد سنه كبير حد عنده القلب حد عنده مشكلة في الرئاب نضطر ان احنا نعمل جراحة ودي ندرة جدا ام مبتح تمام يا دكتور اخدك الله والله افدتنا لان احنا فعلا الموضوع ده كان مختلط علينا كتير كل الناس كانت خايفة من عملية المرارة دي ويقولوا لا صعبة مش هنعملها احنا ممكن نفتت حصواته خلاص او اشرب سوائل كتير لو احنا فتحنا بعد اذن حضرتك في المرارة نفسي اعلى على نقطتين مهمين جدا لان انا بيهمني جدا يمكن عينيني في العيادة متعودين ان انا دايما يهمني الوقاية خير من العلاج والتسقيف الطبي الوقاية خير من العلاج هي سببها ايه بيجيلي ليه حصل اولا ليه مشهورة للأسف في سيداتنا الفضليات للأسف يعني اكتر من الرجالة يعني مرارتهم الرجالة بيجيبولهم المرارة طبعا لا يا دكتور والله لأ لأ فليه بقى في السيدات اسباب كتير قوي منها طبعا شوية سمنة منها الولادة والحمل نفسهم بيجيبوا حصوات المرارة الكونترا سيبتيفز او اللي هي اقراص منع الحمل الهرمونات والعلاجات الهرمونية والحاجات دي بتحفز للأسف حصول الحصوات في المرارة الناس اللي بتعمل ضايت وانا بحظر لان انا شوفت حالات مش عايز اقول ميات الحالات الناس اللي بتعمل ضايت وتحاول تخس مرة واحدة دول معظمهم اللي لم يكن كلهم بيجيلهم حصوات في المرارة ان انا دايما نقول يا جماعة ما تخس من فضلك لازم بقى على الضايت اللي بتعمله الرياضة ثم خس بالتدريج ما تخسش مرة واحدة من فضلك ساز عمر علو طيب الاتصال تقطع ممكن حدك تكمل بقى هو النقطة الأخيرة اللي كنت عايزة أقولها في المرارة هو أنا لأن ده سؤال بنيتسير زي ما حضرتك قلت كده لعينين كلهم بيقولون أنت بتشلي ما تشلي الحص وما تشلش المرارة جاوبنا عليه السؤال التاني اللي كل الناس بتسأله برضو بيدور في أذهانهم هو أنا ما شلي المرارة دي ما ربنا خلقها لي طب أنا يعيش من غير المرارة إزاي المرارة وظيفتها أساسا أنا كنت رسا هسأل حضرتك نفس السؤال إيه فايدة المرارة في الجسم وطبعا دي حاجة معروفة عندنا جدا 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 في مصر لما حد يزعل قوي يقولك يوهو أنت جبتني المرارة إيه علاقة المرارة بالزعل هي طبعا الحقيقة الزعل نوع لقب حاجات كتير أمر يعني مش عايزة أقولنا احنا المفروض نخصص له حلقة أنا كنت رسا طبعا السؤال ده هسألون حضرتك في الآخر نسيبه للآخر طيب خلص نخليه في الآخر إنما بيحصل لنا أي بعد المرارة ووظيفتها الأساسية هي الكبد بيطلع زي ما قلت الحضرتك كده قناة يوستر وقناة يومنا بيطلعوا الصفر أو العصارة الصفروية اللي دي عصارة هاضمة وفيه بيتامينات معاينة بتتمصوا أكل معاين بيتمص بيتهضم بيها فهي تخزين وتركيز العصارة الصفروية فهي اللي هي بنت العمدة أو المرارة دي وظيفتها تخزين وتركيز العصارة الصفروية يعني ايه تركيز؟ يعني عسارة صفروية عشان تهضم الأكل وانا كلت وبالذات الناس اللي هم شاريهين شوية بيأكل كتير قوي فده مش هيكفي لأن العسارة مخففة فهي زي مثلا لما بنيجي نعمل حاجة كمية قليلة جدا وبتبقى مركزة جدا تقدر تهضم أكل كتير جدا فهي بتخزن وبتركز طيب بعد ما شيلها يا دكتور هيحصل لإيه؟ أبدا إحنا بننصح العينين بنقول لهم بفضلك ما تكونش وجبات كبيرة مرة واحدة وكده كده ده فيه ضرر علينا كلنا من غير أي حاجة دايماً واجباتك تبقى مجزأة يعني خصوصاً لو الأكل مسبك أو ديسب بس أنا ما بيعيش حياته عادي وبيبدأ الكد يطبع أن يطلع الواجبة بواجبتها وبيعيش بني قدم طبيعي جداً كأن ما حصلش حاجة تمام إحنا معنا أستاذة مروع على التليفون تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ماشا يا مكر كلمة دكتور أسمحتي تفضلي حموم الدكتور معيك السلام عليكم يا دكتور طيب هو جزء حضرتك من السؤال إحنا جاودنا عليه ولكن الحقيقة هجاوب حضرتك برضو على باقي السؤال عناية حاضر شكراً لحضرتك شكراً يا سيد زمرو على التصال هو طبعاً إحنا حصوا التهاب المرارة يا فندم يا أستاذة شايماء بينقسم لقسمين إما التهاب حصوي والتهاب غير حصوي يعني يكون عندي التهاب في المرارة وعملاني مشاكل في معدتي وفي الهضم وفي القولون والانتفاخ وإسهل شوية ويمساك شوية أو إن هو يكون التهاب برضو في المرارة وبتعمل نفس المشاكل بس بحصه التهاب مرارة بحصه ده ما فيش فيه هزار لو سمحته ما سمعش كلام أي حد لأن أنا للأسف أنا بزعل من بعض الزملاء في التخصص الباطني بالذات إن هو ممكن يقول لها لا أجرب علاجه وشوف حصوا المرار يا جماعة أنا عندي سبابين مهمين جداً طالما حصلي حصوا يا فندم لازم حضرتك يا أستاذة مروة لازم تشي ليه ما فيش هزار والمنظر بقى الوقت يخلى الأمور سهلة ليه بنصعبها عشان ما نخوفش الناس بس العملية بسيطة جداً ومش هتتكلف حاجة ويعني بتتعمل تحت إيد استشاريين كبار طبعاً زي حضرتك صحيح وأنا بكرر تاني إن أرقام التواصل موجودة على الشاشة يا جماعة وإسم المستشفى والعيادة ما يتوهش خالص أي حد حيب بأي استفسار ممكن كمان على الفيسبوك على صفحة الدكتور ممكن على قناة اليوتيوب يسيب كومنت والدكتور بيرد على كل الناس على فكرة وأنا بنفسي يعني أشيد بده لأن أنا من أكتر الناس اللي أنا تعبى حضرتك في كل الاستشارات الطبية الله يبارك في حضرتك فالدكتور والله أو يعني أنا شايفة أن حضرتك بصراحة متأخرش على حد الله يبارك في عمرك هو الجزء الأخير من سؤال الأستاذة مروى هي مسألة إن ممكن تمشي بالعلاج لو إحنا قلنا حصو يبقى شيلها شيلها ليه دي لازم الناس تعرف المعلومة دي مع زيرها تاني أنا لوقتي حضرتك هما رسمنا الرسمة ديت وبنوضحها للناس أنا عندي حصو هنا في المرارة يا أستاذة وغالباً بيبقى حصو كتير اتنين تلاتة فوقت أنا في المريضة شيلت لها تسعين حصوية من المرارة شيلت المرارة عدينا لحصو البنات في التمريض لقوها تسعين حصوية الشاهد في القليب أشيلها ليه سببين مهمين جداً لو حصوية واحدة من دي فطت وراحت سدت لي هنا القناة المرارية أتمنى تكون واضح الصورة للمشاهدين الأفاضل لو سدت القناة المرارية دي أنا حولت موضوع بسيط اسمه مرارة بالمنزار بنعملها بقول لها حضر ليت تاخدش تلت ساعة ولا نص ساعة والآن بيمشي بعدها على بيته بساعتين وبياكل في نفسي اليوم حولت الموضوع يعني مشكلة كبيرة جد ما يسمى باستكشاف القنوات المرارية لأن انت الوقت حصوية راحت وسدت القناة المرارية هتحصل لك حاجة اسمها صفرة انسدادية ودي للأسف حتى ربنا يعافي الجميع يا رب فيها نسبة وفاة وفيها نسبة مضاعفات عالية جد فأنا ليه أعرض نفسي لهذا الاحتمال حتى لو خدت علاجه ارتحت يوم ولا اثنين ولا أسبوع هو مش هيمشي الحصو وبيخفف لك الألام وفقط فمرارة فيها حصو لازم تتشال يا فندم وحطة منظر بسيط وتخلص منها أستاذة مروى بقى عشان قالت حصو في المرارية بقى دي لازم تتشال عندما يا جماعة لو التهاب بدون حصو فعلا احنا كجرحين ودي شغلتنا بنجرب علاج مرة واثنين وشهر واثنين لو لقينا المرارة استجابت ان هي بالعلاج العادي خلاص مفيش اي مشكلة بنيدي شوية انزيمات هضم وعلاج يريح المعدة ومسكنات خفيفة مرتحت شي يبقى بنتضر ان احنا برضو نشيلها احنا برضو معينا اتصال يا دكتور من استاذ نعيم تفضل السلام عليك يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور بعد ذلك حضرتك الفندم انا رجل انا عندي ستين سنة حفندم ومنقرر لحضرتك اشيل البروسطاتة عفهم بس عندك كم سنة عشان ما اتمانيش نعم 62 سنة معي الدكتور الفندم ايو يا فندم اتفضل فضل العمر قد ايه 62 62 62 سنة سلام عليك يا دكتور ايك سلام يا فندم فضل ايه دكتور بعدذ ما حضرتك انا عندي ستين سنة ومقرر لحشيل البروسطاتة هلأحشيلها عادية حقق عضرتك ولا فيها الضرار بعض الشهاي لانها تمام حضرتك قلت ستين سنة يا فندم ايو فندم طيب هو حضرتك التحليل اللي بنعمله فيه تحليل دم كده اسمه تحليل أورام البروستاتا هل عملته وقاله لحضركك التحليل كويس؟ لا ي Susan Bouda lecture ما عملته حضرتكم طيب هو أنا بقوصي حضرتك هو التحليل اسمه VSA أو leur program specific engine الكل والحر حضرتك حتى هكتبه لحضرتك على البودر البسيطة اللي معانا دي نفيدك ان هو اسمه كده ليه يا فندم لان ده في نسبة معينة احنا كجراحين بنحسبها انا اشك لقدر الله ان تضخم حميد مع السن او لقدر الله مش حميد لو مش حميد طبعا هنمشي في الاجراءات وبنعمل عينة الاول مع زرة منظر الشرج وبعدين بنكمل لك في العملية انما غالب الظن معظمه بيطلع تضخم حميد التضخم الحميد اللي هو مع السن الحقيقة انا بقول لحضرتك ما تقدمش احنا ما بنعملها بمنظر بالمناسبة لا فتح ولا اجراحة ولا اي حاجة ولكن لو ينفع العلاج بدون عملية يفضل جدا لان البورستاتة بنشيلها بالمنظر سيعملها سهلة مش صعبة ولكن يعني معظم الحالات اللي عملناها بتبقى بعد السبعين يا فاندت ستين سنة لسه شباب انت لسه شباب وعتقول ان انت عجز طبعا طبعا بورستاتة لها وظائف عظيمة جدا وانت لسه معجز ستين سنة دي انت شباب وإلا اذا كنت عايز تعجزنا كلنا بقى فبفضل العلاج العادي الاول بنجربه مع حضرتك مرة واثنين وثلاثة لقدر الله لو الاعراض خصوصا خصوصا عشان اكون صريح معاك لو حصل انحباس في البول او لو الكمية البول اللي بتفضل في البرستاتة بعد عملية التبول كبيرة قوي عدت المية بالزاك لا ساعتها ممكن نضطر وبنضطر بنعمل منظر بس بفضلك عشان سؤالك يكون سؤالك كان واضح وإجابة تكون واضحة بفضل العلاج مرة واثنين وشهر واثنين وثلاثة وبنتبعك بالتحليل اللي كتبته لك دهوت ونشوف لو فيه تحسن يفضل ما نلجأش للعملية بدري ما تستعجلش شكرا يا دكتور الف سلامة لحضرتك شكرا يا استاذ غيب لاتصالك ودلوقتي معينا استاذة نور من القاهرة تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله لصماتي كنت ممكن تكلم الدكتور تفضلي الدكتور معيك معلش يا دكتور والدتي كان من فترة للثانية بيجي لها في اخر ظهرها خراج ممكن اعرف بسوء ويه اخر الظهر في خط المنتصف ايه يا افن طيب اجاوب على حضرتك حاجة في اي اسئلة تانية استاذة نور لا شكرا لحضرتك الشكرا اللي حافظت طيب هي الحقيقة هي بتوصف غالب الظن يعني ان هو الخراج المتكرر في منطقة اخر الشرج غالبا ده بنسميه يا استاذة بيبقى سببه حاجة اسمها ناصور عصاص احنا كنا رسا هنتنقل للنقطة دي والاستاذة سبقت فكده اللي هو منظر احنا بنسميه قطعي بالطول كده دي اخر الفقرات بيحصل في اخر الظهر في المنتصف غالبا ما بيحصلش الناصور العصاصي الا لبني ادم واحد بس الناصور العصاصي دوت بيحصل لواحد رقيق الجنده ضعيف وشعرته الشعر قوي شعراية حتى الشعر الخفيف بتاع سيداتنا الفضليات او بناتنا الشعرية بتخرم من بره وتخش ووراها واحدة تانية تعمل هي رتفت او حزمة شعرية تلتيب وتعمل خرارية هما الاسف الناس بقولوا انا عملت عمليه هيوس وتفتحت خرار بس انت حضرتك مش واخب بالك ان انت عندك خرم هنا وفي قد بيبقى اتنين انا في قد يعني فيه بنت من بناتنا مرة شلت لها جزء ناصور حوالي سبع قطعة جبيرة جدا جدا والناصور العصاصي يا جماعة ده بالمناسبة لا وصل للظهر ولا له علاقة بالانجاب ولا له علاقة بالاعصاب ولا بالتبول ولا بالرحم ولا باي حاجة خالص ده جلد الى جلد فالناصور العصاصي بيحصل في حد رقيق شعرته قوية وبيحصل في اخر الظهر من المنتصف انت حضرك عمال تفتح في خراج في خراج لا يا فندق انت بتعمل عملية اسمها الناصور العصاصي عملية الناصور العصاصي دي عملية بسيطة وصحيح بتوعب تغير فترة شوية بعدها بس بتنتهي منه للأبد طب الوقاية منه ازاي يا دكتور؟ اه الله يفتع على حضرتك ده انت قلت لي نقطة كده ده هي دي اهم حاجة الرسمة دي انا برسمها في رشدتي العينيني وبقول له تعالى يا ابني او يا بنتي فيه نقطتين شرط عليك قبل ما اعملك عملية لو سمحت النقطة الاولى من فضلك لو سمحت معزرة انا عايز حاجة اسمها نظافة مستمرة للمنطقة يعني ايه المنطقة دي انت دي منطقة خفية عندنا كلنا عمراء ما هتكون زي نظافة ايدي او وشي فانا بقول له يا ابني انت لو داخل حتى تعمل معزرة حمام تبول او حاجة ملهاش علاقة بورا لا خد يا ابني شوية مية والحتة دي تتنظف من فضلك لا عايزش فيها شعر ولا عرق ولا بقايا فتل من الملابس او ما شابه النقطة التانية بنقول لهم من فضلك لان الناس للأسف بذات الشباب يمكن البنات وسيداتنا الفضليات بيهتموا بنفسهم انما الشباب بيكبروا دماغهم شوية الدايرة دي يا فاندب الدايرة دهية البسيطة دي اتمنى تكون بينها دايما انا بقول لهم لو عنده ناصر عصعوسي طبعا بقول له لو سمحت انا عايز اعمل ازالة ازالة للشعر من الحتة دي مرة كل شهر الازالة دي ليه لان هو انت حضرتك وطبعا لما تيجي زيلها اوعى زيلها بموس من فضلك او ما كنا لان الموس او ما كنا بيزيل الطبقة القرانية الحامية للجلد فانت هتضعف لي الجلد اكتر فالازالة دي لو عملتها كل شهر ان شاء الله موضوع الخراريج هتنتهي بس لو انا حصل الاخرام فعلا يبقى دي لازم حتة عملية بسيطة وتنتهي منها للابد ونخلي بالنا بعد كده من موضوع النظافة وازالة الشعر مرة كل شهر بالضبط يا دكتور طب سريعا كده انا طبعا احنا كده لغينا اسئلة كتير قوي لان خلاص كده وقت الحلقة اوشك على الانتهاء احنا فعلا معنا اتصارات كتير جدا ومش عارفين نرد على كل الناس يعني اتصارات انا مش متخيلة كمية الا اتصارات في الكونترول روم ان شاء الله يكون في الحلقات اللي جاية يعني انا معاكي لاخر لحظة الوقت يا هو التأمريني باي حاجة ان شاء الله فيه سؤال بقى مهم جدا يا دكتور وعايزين يعني دعوة للتفاؤل من حضرتك لان دايما حضرتك بستبشر بوشك البشوش الله يبارك وضحكت حضرتك الجميلة الله يبارك ومش عايزة برضو الناس تتخضم اللي احنا فيه او يؤثر على الناس بالسلب فيه سؤال مهم جدا انا عايزة اسأله لحضرتك هل الحزن الحزن او الاكتئاب او الزعل الشديد ليه اي علاقة بالامراض اللي احنا بندخل فيها دلوقتي الحقيقة مسألة حضرتك ده ده نقطة برضو عايزة حلقة لوحدها لان احنا مسألة الحزن والزعل والغضب والضيق والحاجات دي كلها انا حتى فيه من احد الفيديوهات المشهورة ليه على القناة هو سر التعاسى والقلق القولون العصر معيني مش تخصصي بس انا من كتر ما بشوف في اهلي وناسي وحبيبي واصدقائي مسألة القولون مؤرقة الناس وهو سببه الاساسي مسألة الزعل والنرفز حتى الصحابة ما جل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له او صيني قال انا تغضب يعني ما قالوش سبحان الله لا تغضب لان الغضب والزعل والنرفزة والحزن وان انا اكتم في نفسي للأسف ده بيؤدي الى مشاكل عظيمة جدا ويؤدي الى امراض خطيرة يعني منهم ان هو له علاقة بمسألة المرارة اللي جبناها وله علاقة بالقولون العصر امراض كتير جدا بنحط عنوانها كده لدرجة فيه ملزمة كاملة في الطب بالوقت اسمها ستريس اندروك او متلازمة التوتر احنا كده عايزين حلقة كاملة يا دكتور تاني عن الزعل انا بقول للناس التوتر هيطفي شمعة حياتك اوعى تتوتر اوعى تزعل اوعى تقلق الدنيا ما تستهلش من فضلك الشاب والشابة والستة والراجل عيش حياتك استلطفها قرب من ربنا احسن ظلك فيه احنا ربنا مش خليقنا عشان ان احنا يبقى فيه يعني ضيق او زعل وهتقضي حياتك كده غلق كبير جدا ده مزك الختام يا دكتور والله مزك الختام بجد والله يكرمك انا كنت سعيد ان مع حضرتك انا اللي محظوظة والله ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور وان شاء الله كمان انتظروا هنا في برنامج دارك ان شاء الله حلقات جديدة ومواضيع جديدة هتهموكم بجد شكرا يا دكتور امتعتنا وقفتتنا الله يحفظك يا رب على كل المعلومات الجميلة وان شاء الله هنقابلكم في حلقات جديدة نستوضعكم الله نستوضعكم الله مع السلامة